السلام عليكم أرى قاسم سعيدة زوجة المناظر إدريس سدراوي رئيس رابطة المغربية للمواطنة وحقوق إنسان بريتنا اليوم نتكلم من هذا المنبر عن الحيتيات والمحاكمة ديال سيدريس السدراوي تم الاعتقال ومتابعة ديال إدريس السدراوي بحكم 8 أشهر نافذة وغرام 500 درهم وتعويض 5000 درهم أمام غياب الشروط الموضوعية لمحاكمة عادلة هذا محكمة حرمت سيدريس من الاستماع من الشهود أولا للك الناس اللي حضروا لحفل التكريم 38 مارس 2021 حرمت المحكمة لإدريس السدراوي باش يستامعون هذا الشهود هذه أولا ثانيا رفض المطلق للصراح المؤقت سيدريس رفضت للمحكمة الصراح المؤقت رغم عنده جميع ضمانات الحضور وعنده كافة ضمانات من بينهم بيت قار أسرة طفلين متمدرسين عنده عمل كموظف بقطع الماء الصالح للشهود عنده 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 هو رئيس جمعية حقوق الإنسان معترف بها وطنيا ودوليا وهي جمعية اللي حاصلة على الصيفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة عنده مقر بنفس المدينة يعني جميع الضمانات اللي كتخول عد السيد ريس راه غدا يحضر لجلسة المحكمة علاش ترفض لي الصراح مؤقت في حين أن كين الناس اللي هوم محكوم عليهم وأنا غنقول بالإسم ك عنده حكم وهو الصراح وتانيا كين دكتور في الجديدة محكوم بست سنوات هاد الدكتور محكوم بست سنوات وهو صراح وصراح إذن هاد الناس وش القانون كيحمي شي وكي كياخذ كياخذ بشي أشنو دار صدراوي باش صدراوي حتى الصراح ما يتعطاهش هاد الصراح أشنو دار صدراوي دافع إلى سولاليين كيدافع الأراضي السولالية كيناضل من أجل مغرب يكون أجمل الصدراوي كيبغي المغرب كيبغي الوطن دياله كيبغي المالك كان احنا كنبغيه كاملين لا الوطن ولا المالك وكان دافعو عليه دائما علش هاد الصدراوي والصدراوي اللي هو حامل القضية الوطنية دائما ومعروف بها الصدراوي عدد الكل أول واحد طالب المغرب لكي يدخل الاتحاد الإفراقي أول واحد وأنا كنت أقولها وكنت أعيدها ولا أقدرش يحد يقول لي لا أول واحد طالب بها هو درس السدراوي من بعد عاد فاش درسوها في البرلمان ودرسوها الوزارة تقعها بالصح دخل المغرب سدراوي يتحكم بثمانية أشهر على شي حويج لا وقفة مشيتها وقفة وقفة احتفالية نظموها سولاليات المطالبات بالحق ديالهم في الساكن والتعطلوا بسدراوي قالوا لي أجي قدر لنا التكريم ماذا من خارق؟ سدراوي لم يخارق تقع قانون سدراوي مخارقوا أولا هم يقولوا بأنك قدرتي وقفة الوقفة او مدارش هو هذا كل ناس سولاليات ثانيا قلتوا أنك أعطيناك قارقة الملع لا تعطي لك قارقة الملع وقارقة الملع عنده شروطة أستاذ قارقة الملع ماذا كنت تعطي؟ كي يأتي لدار السيد اللي بغيت تعطي لها الملع إذن السدراوي لم تتوصلش في بيته بقارقة الملع والسدراوي أخر واحد التاحق من هذه المجموعة التي تحتفل في اليوم العالمي للمرأة أخر واحد لقى الناس الضابطة والقائد لقى كلهم كينين هكذا لا تتجربتوا كارقة الملع ومنحوا أن تمنعوا هذه الوقفة التي هي احتفالية ليس تكريمية احتفالية لماذا لم أتجربتهم يجبتوا كارقة الملع قلتوا هكذا الناس فرتكوهم وصفتهم في حالهم وعندكم الحق وكذبواها دائما لماذا تتبعوا؟ لماذا تتجربوا السدراويات يجي؟ لماذا تتجربوا نصف ساعة ثلثة حق بالسدراويات المجموعة. اذا هاد الشي كينانية مبيتة. وانا كنقولها وكنعاودها انانية مبيتة. انا كنعاود كنقول لكم انا هاد قارة المع لم يتوصل به استدريعون. قارة المع كيتوصل في البيت كي يجي وكيفوض قضاء ايه وكيتوصل بها في بيتو سيد كيتوصل به في البيت ديالو. وكانتبقى هو القارة المع هو من ورقاتين. حتى كان يشد ورقة وفي نواقة سليم. كانت تبقى عندهم. اذا هنا هي الورقة الثانية. ما كيناش ليس لها اتبات وحتى المحكمة لم تجد لها اتبات لحد الساعة. بشك المحامون هيئة الدفاع كي يقولون هنا هي الورقة التسليم لهذا السيد راوي توصل بقارة الملء. راه اوقع على الورقة التانية ركوم كور انه راتوصل. في نهيرة قانون هذا. ما يمكنك اش غتوصلوا قارة الملع لبيت السيد راوي وغتوصلوا لي هاكا واقع. ايه. وباش اهان هاد القائد واش هو سببوا. ما سببوش ما. قالوا بان هو اهانوا بهذا تمزيق قارة الملع. اصلا انا غنعود ان قارة الملع ما كينش. لم يوجد له اتبات قارة الملع ما كينش. هذا هو باش تهان القائد. اذا غلا اهانة. ها هما تهمتين ما كينينش قارة الملع ما موصلش به السيد راوي. وثانيا ايهانة موضع تهان بهذا تمزيق قارة الملع. اذا اصلا قارة الملع ما كينش. اذا ما تهانش القائد. ها هما التهم بجوج باطل له ما كينش ولا اتبات لها. تالتا. الوقفة. قالوا بانك بانهو عمل وقفة بكوفيد. هاد الوقفة. شنو دير لها بقانون. دير لها 8 شهر حبز. ها ما يمكدش. هاد الوقفة اللي دار وغمانا صدراء ورعمة دير وقفة. دير تكريم ذو كل النساء بثمانية مارس اللي هي يوم عالمي. وهذو كل النساء هما اللي دار وهو جاء وعطوا الصدراء وبشي كرمهم. هو غير التحق بهم. هما الوقفة ديرين هادو كل النساء. الوقفة شحال فيها ستمية درهم. كاتاتا. وصافروا نبينا عليه السلام. واش هاد الوقفة صدراء ويتاخذ فيها ياخذ فيها 8 شهر حبز. نافدة. هاد القانون. اكتر من نصف ساعة. اكتر من نصف ساعة. وذوك الناس متجمهرين واقفين. وهو الضابطة القضائية. ديال هاد المقاطعة الاولى. ديال الامن. حاضره. وحاضر قائد مقاطعة الثانية. حاضر. وحاضرين شي ناس اخرين. يقولوا علاش ما قمتوش بصرفتو الناس بحالهم. قلتو لو يمسيهم ما كيناش. الوقفة منوعة ما كينش. هادك موما الفين كيدير وفاش كيبغير. اه. عملية تشتيت. ما قاموش بيها. قاموا واقفين كيتسناو الصدراوي. تانيا. يقول الكلمة دياله. انا كنت حاضره. انا كنت في الطموبل وحاضره. انا ما كنسمعش الكلام. ولكن كنشوف الحركات وكنشوف اشنا واقع. اه. قبل ما يهبط. في الطموبل حيث هو مش بوحد غير زرطة. عيطوا وانزل الكلمة وقاد في فيدو. في حين كان كيقول هو الكلمة في واحد اللحظة. هو نفاعل. ومزق الكلمة دياله. مزق الكلمة دياله. وقاد نشتها في الأرض. ودار تكرم نساء وكل بشف حاله. علاش قالوا بان هادك المشروع للمجاب القناة. ومزق الكلمة دياله. وكل بانتلا انها متنية على أربعة. امتى اعطيتوه لها. ما هو لم يصور على كوب ابدو لها قارة المنع. ما ما شيء فعل يقول لنا قارة المنع لبن تعطى. لم يكن مسابق قوانين قارة المنع اللحظة. ايضا يجبوا لنا التوصيل سيد غاوي ستوصل لا كيزين لم يكن لديهم لم يكن لديهم معينة تلك الورقة التي تقطعت الأرض لم يكن لديهم لديهم إثبات كهزوها وجمعوها هذا هو الإثبات لديهم هم يعرفونها أصلاً ورقة لديهم لم يكن لديهم وكل ما رأيت حاله في حين مجينا البلدية قريباً للدار عندنا لم يكن لديهم قريباً للدار عندنا مجينا أين نرجعه؟ كيف هذا الضابط القضائي لديهم المحضر لديهم المحضر بصرعة فائقة وبالنفسها كيف كانت شكومي سير يجب الأستيد عمرنا في التاريخ لأننا نحن أولاد العائلة من الأمن عمرنا ما شاهدنا لديهم المحضر يجب الأستيدعى للمواطن نهائياً كنا الناس مختصين بذلك شيء جابتها هي وما لقعت الناس ولقعت الوالدة عندها تسعين عام ها هي غالسة ولقعتها كنتي مغاش تدوي معها وخاذها قلنا ليس موشكلة فأجينا أعطاها لنسر لأننا مشى الصدراوي لأنه يعرف حيتيات هديك الستيدعاء وعلاش وكيف تم الاعتقال دياله قالوا لي بأمر بالنيابة في الحين أه في الحين ما مشى وضع النهارات ولكن الغد عدم مشى قالوا لي أنت معتقل والصدراوي بحكم أنه عنده عنده الضغط الدماوي الحاد أنه يطلع 22 23 وبالظروف التي تعتقل فيها وبالحيتيات المحاكمة الغير العادي لو غير منصفة والصدراوي مريض بساف براك متابع مع الطبيب تمه في داخل السجن وعنده مرض زائد الضغط الدماوي عنده مرض نقص فهو يعاني منه بساف ما يقدر شقاع يزيد أنه يتنفخوا لي صبعا دير الرجلي وكذي غير أنعب كذب بشكي تمشى حاليا 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 ومعروف عن الناس مره يعرفوا زائد الضغط وكيفكر في الولاد وكيفكر في البيت وكيفكر في الظرف العائلية اللي خلاها على غفلق تحت لتم الاعتقال ديالو بدون سابق اندار السيد لا تهام عنده مدير لجريمة مدير تشعر بين تعمل عائشية وضحاها سيد تعتاقل علاش ثالثا تجاه المحكمة للقرص كان واحد القرص مدمج أمرت المحكمة حضار لك القرص المدمج وتحضار القرص المدمج وتجاهلته المحكمة ما هي المحتوى 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 سيكون هناك تصوار وقفة التكريمية الاحتفالية لدى النساء والمطالبات والحق بالساكن بالساكن وبين 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 وفيها استداد ريس كي يلقي كلمة ديالو كيف مزق الورقة اللي هي ديالو إذا فاش هيئية هذه الورقة اللي مزقها قرارك المنع لماذا هذا القرص المدمج لا لا يريد يستجهد به لماذا وهيئة الدفاع كالطالب بهذا القرص يجب نهائيا أستاذ الورقة التي تنزقها ما في غياب المعنيين أو أمام المعنيين بالأمر أمام هو وسط منهم هو كانوا الأمام ديالو هادوك النساء المطالبات والحق ديالو في الساكن واللي بغين يتكرموا باليوم العالمي ثمانية مارس وكانت الضابط القضائية من مراه كذلك القائد وكانوا بعض أعوان القائد كانوا الناس راقفين وقال كلمة ديالو فوحد اللحظة هو انفاعل حيث هما كانوا يقولوا ليه أنا لم يكن آمن بشي قارات المنع أصلاً أنا ما عنديش قارات المنع وقطع الواقع ديالو حيث يحتاج كل واحد كي يحتاج بطريقة أستاذ كي يكون عنده القبعة فقراسة كي يهزها كي يشير بها كي يشير في الانفعل ديالو كي يشرق القامص ديالو كي يمزقه كي يقول لكل واحد وطريقته هو الواقع ديالو وهذا حقق ونفاعل وشيرقها وش هدا إجرام وش مجرم القانون لن نقطع الواقع ديالو ما هو ما هي ورقة دستورية ما هي تعت الماليك ما هي قرآن ما هي لغا نقوله هذا سيد خاق القانون هذا سيد ورقة ديالو أنا ما عجبتني ش قطعتها ردني عمرة الشوارع عمرة كواغط وعلى مرز بالعجم وعادك بهذا الحكم وتمنية أشهر نافي دفحة قصدراوي كيدافع القضية الوطنية قضية الصحراء كيدافع أول واحد دعا دعا في طنزانيا دار السلام البوليزاريو دعا العسكر الجزائري ومصانعة البوليزاريو دار السلام في طنزانيا وبماله خاص أنا من هاد المنبر من هاد المنبر الله يجازيكم بإخير أنا كان طالب أدري سدريه باش يتراجع على هاد القرار ديالو في الإدراب عن الطعام لأن هاد الإدراب عن الطعام كيدرب الصحة ديالو أولا لبصحته النفسية ولا البدنية ولا الاجتماعية ولا وكيدربينه تحنا كأسرة لأنه هو للضرب صحته وهو المعيد ديالنا الوحيد إحنا رالينا غير هو والله سبحانه وتعالى إحنا ما عدنا ديورة كنشدو كرواتها ما عدنا حوانت كنشدو كرواتها ما عدنا فلوس في أبناك مكدسة كنش بدون ناكلوه إحنا عدنا المانضة ديالو الأجرة ديالو الشهرية اللي عندنا تال أجرة ديالو هاية توقفات بهذا الحكم هاية توقفات إلا مشى سدريه وستمر في هاد الإدراب عن الطعام و وتصاب بشي حاجة لا بد بحكم هو عنده ضغط ضغط الدموية كيرتفع بسرعة كثيرة وكيشرب سبعات الأقراس يومياً كيشرب هاية الدور زائد عدك مرض النقراس زائد السكري زائد زائد راح احنا غنضيعه في هاد الراجل اللي هو الزوج وأب دي الجوش الوليدات راح شابين وولد في البكالورياء وولد الصغار في السنة خامسة إذا راحنا غنضيعه فيه كأدريس من هاد المنبر كنترجعك أنا كأخت وزوجة وأم الله يجازك بخير من هاد المنبر أنا كنقولك تراجع هاد القرار ديالك